أحد فضائل أو تعظيم هذه الليلة أن الذي سمها بهذا الاسم هو الله كما في قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ولذلك إذا عرفنا أن الذي سمها هو الله فهنا يتطلب علينا بعد أن نعظم ما عظمه الله يتطلب علينا وهي النوع من نوع التدبر الذي يؤدي للعمل ما معنى هذه الكلمة؟ هذا السؤال حقيقي إيش معنى ليلة القدر؟ هنا إذا أضفنا له أساسا بعدما عظمناها بتعظيم لها بأنه هو الذي سمها معرفة معناها هو يؤدي إلى زيادة التعظيم لها لأن القدر بمعناها اللغوي والتعظيم القدر هو التعظيم يعني بمعنى أن ليلة القدر أنها ليلة ذات قدر أو قيع قالوا أن من يحييها يكون ذا قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أو كما قالوا أن فيها يقدر الله عز وجل كل ما يكون في السنة كلها يقدرها الله في هذه الليلة أبو عبد الرحمن والشيخ فارس يعني واضح لمن يتأمل في هذه المعاني الثلاثة يجد التلازم فيها واضح يعني أنها ليلة ذات قدر عظيم ومن عظمها أصبح ذا قدر عظيم عند الله وما عظمها إلا لأنها ذات قدر عظيم ومن عظمتها أن الله سبحانه وتعالى قدر فيها أمور السنة كلها فتجتمع معاني العظمة بكل منظومتها في هذه الليلة لو نعيدها يا شيخ لأن المخرج قال هذه لفتها ظهر يا شيخ يمكن لم تسبق ليها شكرا شكرا شكرا